أرجع أستاذ مهار فرغالي مسألة إن إحنا كلنا اتفقنا على إنه مسلسل للاختيار الكل يتفق وكمان زي ما كان بيقوله أستاذ سامح على حتى بمنطوق الرئيس عمل اللي ما يعملوش ألف كتاب لكن دلوقتي إحنا بنتكلم على حديد ساخن أظن أظن نحتاج إلى الطرق بمنتهى القوة وبمنتهى الدقة على هذا الحديد الساخن يعني إطلاق معارك الوعي اللي عمله الاختيار ميت فول هل نصمت ولا نبدأ نشتغل بمنظور فكري نشتغل في أنهي التجاه لابد أن نعمل باستراتيجية واضحة البعالم هناك لابد وأنا أناشي بوجود استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف للتطرف العنيف لازم تبقى في استراتيجية وطنية كبيرة على جميع المستويات ده واحد أنت من شوية سألت عن جنة هناك جنة بالفعل لعضو المتطرف هو بيصنع عالمه الخاص وبيعيش وسط عالم خاص وعائلة خاصة وبناء أسري خاص وبناء موطن وبيبني وطن لنفسه خاص غير وطنة كنت تتخيل واحد راح يفجر نفسه الولد اللي زمان فجر نفسه في مدريت جنوب سيناء وهو رايح بيبتسم وبيضحك وراح يفجر نفسه الولد اللي دخل في الكنيسة الطبوطرسية ولا غيره راح عادي جدا جنة هو رايح للحور العين صنع عالم في دماغه في الدنيا وفي الأخير عادي بفكرني بإيه بيفكرني بالحشاشين عند حسن الصباح زمان إنه كان يصنع لهم الجنة الموعودة فيسقيهم من الخمر فيه أنهار بتجري داخل القلعة ويقولهم جنتكو هي فاللي هيسمع كلام يفضل في الجنة طب وليما يسمعش الكلام ويتردد فكان ينزلوا في القبو بتاع القلعة فتنهشوا الكلاب ويقولهم شفتوا أدي كلاب الجحيم يعني الإخوان بشكل أو بآخر عرفوا يوصلوا شبابهم لده وعلى رأي زمنا وصديقنا خالد البر في كتابه الدنيا أحلى من الجنة صحيح ما هو الدنيا أحلى من الجنة بتاعيبكم متطرفين مش الجنة مش جنة الخلد جنتهم هم يعني فأنت بتصنع له جنة بتصنع له عالم خاص بي كيف نفكك هذا العالم يعني إزاي تفكك العالم ده اللي بيصنعه المتطرف دي فيه دراسات كتيرة جدا دي فيه قصص كبيرة جدا النهاردة نموذج أرهوس مثلا في الدنمارك نموذج حياة في ألمانيا نمازج نموذج هداية اللي عام ده الإمارات نموذج المناصحة اللي عام ده السعودية احنا عندنا نموذج مصري لازم وجرد في التسعينات يعمم ويطور بشكل واعتقد مصري فيها طاقات مبدعة وفيها مفكرين وفيها باحثين وفيها كتاب على دراية كبيرة جدا وفيها ناس عندها تجارب مهمة تستطيع أنها تفكك هذه الجنة يا إخواني غير كده أنت هتفضل في المشكلة على طول المشكلة ده هتفضل مستمرة على طول ليه؟ لأنك أنت بتفكك التنظيم نعم بتنجح في تفكيك نعم وده اللي نجحت في مصر نفككت 28 تنظيم بعد 2011 وأجناد مصر موجودة أه فين أجناد مصر راح محققة همام فين التنظيم بتاع بيت المقدس اللي هو في الوادي ده والدلتة ومشاهد فين كاتبت المرابطين جند الإسلام فين حاسم الواقع الثورة فين جند الإسلام فين أنصار الإسلام فين أنصار الدين فين مش عارف كل ده اللي كانوا موجودين في التحرير يا رجل ده أنا نزلت التحرير في 2012 أعمل تحقيق صحة نزل في جريدة التحرير وبعدين في الخيم كانوا بيتلقوا البيعات يا رجل في مدان التحرير في قلب مدان التحرير توفيق في ريك زيارة كان موجود في قلب من التحرير اللي هو أبو عبد الله اللي جي في الاختيار اتنين والاختيار واحد آسف فأنت بتكلم ازاي كانوا بيتلقوا البيعات في جوه كل التنظيمات دي دابت وبينشيروا وقولك سوري سوري بالميكروفونات وسجلت هذا صوتيا فأنت النهاردة كل ده انتهى لقد نجح الجيش المصري برجاله تضحيات شبابه وشهدائه ونجحت الداخلية المصرية الشرطية بالتضحية في القضاء على هذه التنظيمات وفقدنا 3000 شهيد أوازيت كمان اكتر من كده كمان فانت بتتكلم على تضحيات قدت الانتهاء وتفكيك هذه التنظيمات لكن انت النهاردة محتاج الى الاستراتيجية الوطنية الفكرية لتفكيك الافكار والايدلوجيات